كلاديوس باطليميوس أول من وضع خرايط أطاب للصحة وموسوعة في الفلك الحلقة الرابعة والستون من سلسلة علامة ومستشفون ومخترعون السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثق المصدر ومرجع المعلومات أول من وضع خرايط أطاب للصحة وموسوعة في الفلك عاش في الاستندارية من سنة 127 إلى غير 151 ميلادي في القرن الثاني الميلادي ظهر في الاستندارية عالم بارز إغريق الأس وهو باطليميوس والذي وضع خريطة للعالم كانت أطاب للحقيقة في تلك الفترة وترت بها أمات فارغة لأراضي لا تزال غير معروفة وزودت تذايك بخطوط للطول والعرض وهي نفس الخريطة التي اعتمد عليها طولومبوس في رحلته الشهيرة إلى بلاد الهند والتي اكتشف خلالها أمريكا ويظهر العلماء أن باطليميوس أجرى أبحاثه الفلاتية في مدينة الاستندارية حوالي سنة 150 ميلادي وطعم بجمع هذه الأبحاث موسوعة من 13 جزءا سمها تارتيب الثوابط الرياضية وهي الموسوعة التي أطلق عليها العلماء اسم المادست أي العظم وتناولت الموسوعة ما كان معروفا في تلك الفترة عن الفلات وتطرقت لأول مرة للحديث عن المجموعة الشمسية لكن مطلم يصدق أن الأرض هي مرتز التون وحولها تدور الشمس والتواتب والنجوم وهذا الخطأ الصحح هو توبر نيتوس فيما بعد حيث ذكر أن الشمس هي المرتز وحولها تدور التواتب بما فيها الأرض اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد